السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي افنونا هاند ميد يارب تكونوا بخير ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة او هشرح لكم النهاردة فكرة حامل المناديل الجديدة نفست معاكم اكتر من فكرة سواء باعادة التدوير وموجودة برضو على القناة بما يتناسب طبعا مع شهر الرمضان وفي حاجة تانية بالفوم والاستوانات الكمبيوتر وفي بالخارس برضو اللي هو الشكل السداسي الكبير والصغير وفيه كمان الشكل الدائري واخر حاجة عملتها معاكم اللي كانت الشكل المربع بالشكل دوت وموجود الفيديو على القناة ده كان حوالي 200 جرام الوزن والخارس طبعا مقاس عشرة والخيط مقاس سبعين وتمانين على حسب المتوفر عندك يفضل تمانين ولو فيه اكبر من كده يكون احسن علشان المجسم يكون قوي شرح الفيديو ده بالتفصيل موجود على القناة وهسيبه لكم برضو في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه ده شكل اللي فات اخر في شكل احنا وصلنا له اتمنى طبعا لو بنشوف القناة لأول مرة نشترك ونفعل مفتاح الجرس بحيس يوصل لنا كل جديد من مشغولات القناة وبإذن الله القناة تعجبكم وتلاقوا فيها كل ما هو مفيد لكم الفكرة النهاردة يعني انا مش هطول عليكم هي مش مختلفة كتير عن الفكرة دي لكن حبيت اضيف عليها حاجات واقولها لكم برضو باختصار في البداية انا عملت طبعا قطعة مستطيلة من الغرزة الربعية وده مشروح في الفيديو اللي فات الحمل المناديل اللي هو التاني دوت الموف ده برضو هي نفس الفكرة بس المرة دي قطعة مستطيلة عملت في الاول هنا تسع تسع غرز رباعي وبعدين طولت المستطيل ليه اربعتاشر غرزة واحدين تليات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اربعتاشر يبقى كده تسع غرز وكده اربعتاشر يعني انا بدأت بشريط كده عبارة عن تسعة وبعدين طولت لغات ما وصل معي الاربعتاشر غرزة مش عارفة اللونين رأيوكم برضو قلولي فيه التعليقات رأيوكم شكل اللونين ايه حلوين ولا انا شايفاهم في نظري حلوين المهم وبعد كده سبت من الجنب من هنا اربع غرز ومن هنا اربعة ومن هنا برضو اربعة وجيت على الغرزة رقم خمسة وعملت العمود اللي هو في النص ده اللي هيتحط عليه الرول دوت او المناديل دي تمام عملت برضو حوالي خمستاشر غرزة رباعي خمستاشر غرزة رباعية وبعدت مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة برضو بحيث يدي مساحة للمناديل تكون مرتاحة وعملت الشكل الاضافي دوت اللي هو عبارة عن مستطيل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس غرز في اربعة طبعا انا يعني كنت مرتبطة بعدد الغرز اللي موجودة في المستطيل الاصلي من تحت فاتحكمت فيه يعني خليت وهو ما طلعش معي مربع طلع مستطيل بالشكل دوت بس طبعا هو شكله كويس مش وحش وحبيت ان انا اضيف لونين مختلفين مع بعض بيدي شكله احلى شوية طبعا الجزء اللي هو المستطيل او المربع اللي في النص دوت ده ممكن نعتبره مثلا حامل للمعالق او للمعالق الخشب والسيليكون والحاجات دي على حسب رغبتك انت طبعا في المطبخ هيكون اضافة بس لحامل المناديل بتاعنا الفكرة بسيطة خفيفة او بازن الله هتعجبكم وتنفزوها وتبعتولي برضو الصور عن طريق الرسائل في الفيسبوك موجود طبعا البيتشي بتاع القناة موجود في لمحة وكمان هسيبه لكم في تعليق مثبت او برضو في صندوق الوصف لو حابين تتواصلوا معايا وفي ناس برضو بتحب تتواصل على الانستجرام كنت سيبت لكم لينك الانستجرام بتاعي على المنتدر لو حابين برضو اكتبه لكم تاني جيت برضو بعد كده من القاعدة من تحت علشان طبعا المستطيل ما يكونش فيه تقل عليه عملت في القاعدة من الاربع اركان بنيت كده غرزة ربعية على اول واحدة بس من الاطراف من هنا غرزة رباعي ورباعي ورباعي بالشكل ده وعلى الطرف التاني برضو علشان تكون زي ارجل كده او قواعد للحامل بتاعنا من هنا برضو من هنا من الاربع جهات بنفس الشكل اللي كنا عاملينه نفسته معاكم هنا وعملت برضو نفس الفكرة دي قبل كده في افتكر طبق الفكهة وفي حاجات تانية اللي هي الارجل من تحت دي بحيث تدي بس ارتفاع عن الترابيزة او عن السطح اللي هتتحط عليه وكمان تبقى تقوية لأي حاجة تتحط فوق الطبق او الحامل ده كمان برضو علشان الجزء ده طويل شوية عملت القاعدة كده من النص برضو جيت في نص المستطيل وعملت غرز رباعي يعني واحنين تلاتة اربعة في تلاتة بشكل مستطيل كده بحيث تيجي في منتصف الحامل المناديل او المستطيل بتاعنا وتدي ارتفاع وكمان تتحمل لو حطينا مثلا المعالق والحاجات اللي احنا حبينا نحطها في المطبخ ممكن تحطي طبعا المضرب مثلا بتاع المضرب اليدوي دوت تحطي مثلا المعالق الخشب المعالق السيليكون اي حاجة حابة تحطيها على حسب بقى رغبتك انتي وترتيبك لمطبخك وهنا طبعا هيكون المناديل اخر اضافة طبعا هنا في نموذج النهاردة الجنبين هنا انا كنت زي ما انتم شايفين لو تفتكروا كنت عاملة ارتفاع سطرين بس زيادة بس مش سطرين كاملين للاخر بشكل هارمي شوية وبعدين عملت عدد كده من الخرز حوالي 8 او 9 خرزات افتكر وعملتهم زي شكل ايد كده هي مجرد منظر يعني هما جامدين طبعا لكن انتي مش هتبقي محتاجة تشليهم يعني تمام عملتهم كده بشكل ايد من الجنبين بحيث يكون فيهم نوع من الاختلاف والتجديد هنا ما حبيتش ان انا اعمل الايد قلت يعني اغير وبعدين برضو ارتفعت بشكل تناقص كده بشكل هارمي في كل جنب يعني هنا كانوا 9 نقصت هنا خرزة من هنا وخرزة من هنا وطلعت مثلا بسبعة وبعدين السطر اللي بعدين نقصت خرزة من الجنب ده وخرزة من الجنب التاني وبعدين لغاية ما وصلت لعدد 3 خرزات من السطر الاخير من فوق كده يعني الشكل الهارمي ده اللي هو يعني يدي جنبي بس كده ومن الجنب التاني برضو ممكن مش هنعتبرها ايد بس هو مجرد شكلي يعني تغيير مش اكتر نسيت برضو في الاول اقول لكم ان انا كنت مرتفعة سطر واحد على المستطيل الاصلي رباعي في الاصل كنت مرتفعة بسطر واحد رباعي من اربع جهات اخر حاجة عايز اقولها لكم نوع الخرز هو خرز سداسي شفاف تقدر تستخدمي اي نوع من الخرز سواء المط سواء الدائري انا بفضل في المجسمات الخرز السداسي لانه بيتشابك كده مع بعضه وبيدي متانة لأي شغل احنا بنعمله الخيط دوت خيط 80 لذلك هو متماسك جدا وهيتحمل خيط سنارة مقاس 80 مش بيمط يعني في ناس سألت قبل كده الخيط ده بيمط لا هو مش بيمط ده خيط سنارة بيكون سميك سمكه بيدي متانة للشغل بتاعنا مقاس 80 ده مقاس 80 يا جماعة وياريت يكون المجسم مجدود كويس بحيس يدي اطالة لعمر اكتر في الاستخدام الخرز مقاس 10 الوزن هنا حوالي 435 جرام 435 جرام الحامل دوت 435 جرام اتمنى طبعا الفكرة تكون خفيفة وتكون سهلة انا ما حبيتش ان انا اطول الفيديو واشرح فيه كتير عملي يعني لان الفكرة واضحة وتقريبا احنا نفذنا قبل كده نفس الشغل بالغرزة الربعية وكمان هو مش مختلف كتير عن حامل المناديل اللي هو الفكرة دي الاضافات اللي فيه بسيطة وكلها تقريبا واضحة اتمنى ان نفذوا وتكتبوا لي برضو رأيكم في التعليقات ومتنسوش الفيديو من اللايك وطبعا اشترك في القناة وانفعل مفتاح الجرس باذن الله تعجبكم القناة كل سنة انتم طيبين بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته